اوكي هلو الله يا حبايب هذا المقطع شوية قصير طبعا نكيد كلكم ستسايلوني حاليا ليش في الفيديوهات مع الياسو شنت في الفيديوهاتي عن الياسو يا حبايب لاني جاني حاليا ستراكين باق ستراك واحد اضطر للقناة ستراكات جتي واحدة من ياسو واحدة من عيمن بعدين على هذا الموضوع يا حبايب طبعا الرد رح يكونوا حق الله واني فهد الزين اذا ما امسح القعبي هم مسح بالأخص ياسو طبعا رح ينزل عليها اذا ما ينزل كل الحلقات وطبعا نحن نتفقنا على اساس انه نحن نصدر الموضوع وحشيتوا يا حانين ولكن هم غدروا المرض الثاني عليكم اني يا حبايب افتحت لكم قناة اسمها مسلسل ياسو اريدكم الكل يشترك بهذه القناة اللي حينزل عليها ثلاثة حلقة كامل القناة ممكن يطر تسعين بالميان عادي وقلت لكم ما رح سوي دراما ولا مهتم بالصراحة الكل يشترك يا حبايب قناة مسلسل ياسو رح يزل عليها لثلاثين حلقة يوم مرة يوم او يمكن كل ينزلون بيوم واحد في الكل يشترك بسرعة القناة ممكن يطر حتى هذه شبب اي ثانية فكلكم رح تشوفوها رح تشوفو شون هي تسبت جزائر رح تشوفوها شون هي تكفر برب العالمين شوفوها شون هي تنافق متابعيها رح تشوفون شون هي تسب كل يوتيوبر زاء 18 رح تشوفون كل شيء على قناة مسلسل ياسو يا حبايب بالوصف الكل يرح تشترك بها وبنسبة لك يا حبايب قناة ثانية هي من متل مشاهير اذا طارت هاي القناة فهي القناة الاحتياطية الثانية تابعوها يا حبايب همين لان كل شي رح ينزل هناك اخبار واحتووا كل شيء فبس احبكم اشتركوا بالقنوات ونشروا هذا الفيديو بكل مكان اقردتكم يا حباب هذا الفيديو تنشروه لايكات اشتركوا من اكثر من حساب هذا المقطع حطوا لايكات اشتركوا بالقناة سووا اكثر من الاشياء على مواد القناة ممكن اليوتيوب يعني شوفوا هذا الشي صح ويشوفوا هذا المحتوى اليه لانه افكرة استراك الظلمي يعني فعادي يعني ان شاء الله حيشال اصلا بس انه يعني احتياطا يا حبايب اشتركوا بالقناة وبنفس الوقت يا حبايب انشروا هذا الفيديو بكل مكان احطوا لايك اشتركوا في القناة